أكد صاحب أسمو الملكي الأمي سنمان بن حمد الخليفة نائب جلالة الملك ولي العهد أن أبناء البحرين يواصلون بروح الفريق الواحد في مختلف مواقعهم نهج العمل التكاملي للبناء على ما تحقق من منجزات تنموية من أجل الوطن والمواطنين مشيرا إلى أهمية زيادة وطيرة الإنجاز بأعلى مستويات الجودة والكفاءة وفق المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعا جاد ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في قصر الإقضيبية اليوم بحضور معالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وسعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزيري شؤون البلديات والزراعة رؤساء المجالس البلدية ونوابهم حيث أكد سموه حرص الحكومة على تعزيز التعاون مع المجالس البلدية لمواصلة تنفيذ المشاريع والمبادرات الحكومية وفق الخطط الموضوعة لها وأشار سموه إلى أن المسؤولية الوطنية مشتركة نحو مزيد من البذل لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تحويل الطموح ليكون واقعا ملموسا والتحدي إنجازا بارزا تماشيا مع متطلبات المرحلة من العمل الوطني في شتى المجالات من جانبهم عرب رؤساء المجالس البلدية ونوابهم عن بالغ الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد لما يبديه من حرص واهتمام بدعم مختلف الجهود الوطنية التي تصب في رفعة ونماء مملكة البحرين مؤكدين مواصلتهم العمل بعزم لتحقيق الأهداف المنشودة موسيقى 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 اشتركوا في القناة